أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مونجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بدأ اليوم حجاج بيت الله الحرام المتعجلون برمي الجمرات في مشاعر ميناء مع بداية ثاني أيام التشريق ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الحرام المكي لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج ليغادر الحجاج المتعجلون مكة المكرمة اليوم وخصصت الجهات المعنية عددا من المسارات لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات وسط مشعر ميناء لضمان سيابية حركة الحجيق قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيليني بنزيا إن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 وذلك بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية وأضاف نيبينزيا أنه بعد ضايع فرصة السلام في مارس من العام الماضي ستكون الشروط الآن مختلفة أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر أن قمة حلف النيتو في بيلينيوس ستقدم دعما ملموسا لأوكرانيا وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن الحديث يدور حول دعم سياسي وإجراءات عملية على حد سواء مضيفا أن المشاركين في القمة سينقشون كذلك أحدث التطورات في روسيا أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وفق على التحويل الفوري لما يقارب 900 مليون دولار إلى كييف بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا وكشف الصندوق عن انتهاء المراجعة الأولى ويمنح سلطة التحويل الفوري لمبلغ 663.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أو حوالي 890 مليون دولار وصرح المدير التنفيذي عن روسيا في صندوق النقد الدولي أليكسي موجين بأن الصندوق عدل قواعد الأقراض ثلاث مرات من أجل أوكرانيا أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن محاولة التمرد لمجموعة باجنر لم تؤثر على قنوات الاتصال الطريقة بين واشنطن وموسكو لفتا إلى أنها لا تزال مفتوحة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أنه ليس على أي علم بتأثير على عمل الاتصالات بين العسكريين عبر الخطوط الساخنة التي أقيمت بين البلدين أكد البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع العقوبات عن القيادة العسكرية الصينية رغم شروط بكين لاستئناف الحوار بين وزارتين الدفاع للبلدين وقال المتحدث باسم البنتاجون رايدر أنه ليس من الضروري رفع العقوبات لإجراء اتصالات بين قيادات وزارة الدفاع في البلدين مشيرا إلى أن بلاده لا ترى ما يعرقل وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن منطاد التجسس الصيني لم يجمع أي معلومات أثناء تحليقه فوق البلد وأكد المتحدث باسم البنتاجون أن تقييمات بلاده للواقع خلصت إلى أن المنطاد لم يجمع أي معلومات وكان المنطاد الصيني قد حلق فوق الولايات المتحدة وكند لمدة أسبوع قبل أن يسقطه الجيش الأمريكي قبالة ساحل المحيط الأطلسي ترجمة نانسي قنقر